عنا ما ودنا نقول لكم الخبر لكن مكرن أخاك لا بطل لأنه كان ترند في تويتر هو أن الاتحاد الأوروبي وافق على اعتبار صراصير البيت ويرقات الدودة القشرية غذاء رسمي عشان تعرفون أن الاتحاد الأوروبي مرة فاضي قال أنه تقدر تستخدم الصراصير المجمدة أو المجففة في مسحوق الدقيق يعني بكرة بتسوون كروس هام بطعم الصراصير أصبروا أصبروا ما خلصنا أبشركم لسه بوافق الاتحاد على حشرات ثانية الدودة صفراء والجراد وصراحة ما نقدر نعرض لكم فيديو ولا صورة للخبر علشان تقدرون تتعشون اليوم يا النباتيين هذا وقتكم الحين نحتاجكم تدافعون عن حقوق الحشرات خلونا نستفيد منكم ولو مرة بالحياة